نظمت جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة قافلة تنموية شاملة في مركز زفتة بمحافظة الغربية شهدت القافلة التي تضم 16 عيادة متنوعة تقديم خدمات الرعاية الطبية ل711 حالة وتم صرف الدواء بالمجان مع تحويل 63 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية ل50 مواطنا وتقديم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريد المشتركين بالقافلة محاضرات توعوية للأهالي